نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً صلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الدهب وذلك تعزيزاً للشمول المالي والاستثمارية وأوضح تقرير تعريف الصناديق الاستثمارية في الدهب أنها تمثل وعاء استثمارية متخصصاً للاستثمار في الدهب عن طريق طرح وطائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك والشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الدهب وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع وتحسين مسويات الشمول المالي والاستثمارية بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الدهب ترجمة نانسي قنقر